سيد رئيسي النهاردة استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتنسيق كبير في إطار التعاون السلاسي مصر الأردن العراق النهاردة رئيس الوزراء العراقي موجود في العالمين مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا مباحثات بين الرئيس ورئيس الوزراء العراقي طبعا لحظة وصوله إلى مقر الرئاسة في العالمين الجديدة وطبعا جلسة مباحثات بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء العراقي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لو أحمد علي رئيس ديوان الرئاسة الجمهورية والمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمهندس حسن خطيب وزير السسمار والمهندس كريم بدوي وزير البترول والمشهر عمر مروان مدير مكتب السيد الرئيس والمشهر دكتور أحمد فاهمي المتحدث باسم الرئاسة الوفد الموجود مع السيد الرئيس عفتاح سيسي في طبعا هذا اللقاء مع سيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي وطبعا هناك ترتيب وهناك تنسيق كبير جدا بين مصر والعراق بالإضافة إلى الأردن وطبعا التحديات الموجودة في المنطقة وطبعا حرص الدولة المصرية على وحدة وسلامة أراضي العراق الشقيق واستقلال العراق ووحدة أراضيه تأكيد من جانب السيد الرئيس النهاردة ده تأكيد مصر مستمر بالنسبة لنا العراق دولة شقيقة وشعب شقيق وعلاقات ممتدة بين البلدين الشقيقين وتنسيق كبير جدا في كل المستويات على أعلى مستويات بين مصر والعراق سواء على مستوى السنائي أو على مستوى آلية التعاون السلاسي بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية نتكلم حتى على خط الربط والتجارة العربي والتجارة بين البلدين ومن خلال أيضا المملكة الأردنية الهاشمية وترتيبات ما بين البلدين وتأكيد اليوم على ما يجري في غزة وأهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية نتابع لقاء السيد الرئيس مع رئيس وزراء العراق استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادات الوزراء وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه كذا دعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي كما توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين التنائي والجماعي منوهين في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن ومؤكدين مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذجا للتعاون العربي والتكامل الإقليمي كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة كذا التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والسياحة والطاقة والنقل والصناعة بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهم الشقيقين وقد أشهد رئيس الوزراء العراقي في هذا الإطار بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة ونجاحات مشهود لها في تلك المجالات وأطف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصيد الإقليمي وأكد الزعيمان في هذا السياق ضرورة قيم المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة مشددين على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع والتوقف عن التصيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية مع ضرورة إطلاق مصار سياسي جاد يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع والعادل في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة اشتركوا في القناة